بعد المباحثات بين دولة الكويت والحكومة العراقية حول إنشاء ميناء مبارك الكويتي تصاعدت مطالبات الكثير من المسؤولين في المحافظة بضرورة حل الأزمة بصورة جدية بعيدا عن التصريحات الإعلامية الذي وجدنا أن هناك اتجاه يذهب إليه وزير الخارجية من أن إنشاء ميناء مبارك لن يؤثر وليس له أي تجاوز حجودي على العراق أما الرأي الآخر وهو الذي يذهب إليه السيد هادي العامري وزير النقل فقد شدد على أن هذا الميناء سيخنق العراق وأنه سيلغي الممر الماء الوحيد للعراق بل أكثر من ذلك أنه أشار إلى أن هناك نية سيئة لدى الكويت من خلال إنشاء هذا الميناء تريد إلغاء الممر البحري وتحويل العراق إلى حدود برية دون أن يكون له أي منفذ بحري على الخليج وعلى البحر على الحكومة العراقية أن لا تبقى في إطار التصريحات الإعلامية وفي إطار أنساء الوفود أن تنتقل نقطة إلى خطوة فعلية وجادة وأن توفع إلى هذا الموضوع حتى على طاولة الأمم المتحدة ومضالبة الكويت من إنصياع إلى قرارات الأمم المتحدة وتدخل العراق إلى مفاوضات حقيقية كأن تأخذ خطوة استفاقية أن توقف العلاقات على الأقل أو توقف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية بيننا وبين دولة الكويت حتى تعلم دولة الكويت أن العراق الآن جاد في حل هذا الموضوع خلافات جديدة سيخلقها إنشاء ميناء مبارك الكويتي على صعيد الاقتصاد العراقي سيما إيقاف أهم الموانئ العراقية التي تعتبر الشريان الرئيس للعراق هو استهداف إنشاء ميناء الفاول كبير بالتأكيد سوف يكون هناك تأثير مباشر لإنشاء ميناء مبارك الكبير على الموانئ العراقية بدءا من حركة البواخر أبرى قناة خورة عبدالله وكذلك بالنسبة للمياه الأقليمية وكذلك إلى الجرف القاري أضف إلى ذلك إلى الوضع البيئي في المنطقة نلاحظ أن حركة البواخر القادمة إلى ميناء من قصر أخر زبير سوف تتأثر بإنشاء ميناء مبارك الكبير وكذلك الملاحظ أن حركة الصيادين العراقين سوف تكون محدودة وذلك للحد من المياه الأقليمية العراقية يبدو أن إصرار الجانب العراقي على موقفه في السعي لإيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك الكويتي لما تقدمه من أسباب وأضرار ستصيب العراق في صميم مصالحه الاقتصادية سيما تغيير موقع إنشاء هذا الميناء إلى جنوب جزيرة بوبيان إلى الجانب الغربي من منطقة رأس القايد هو الحل الأمثل حسب خبراء اقتصاديين نقاط خلاف جديدة سيخلقها إنشاء ميناء مبارك الكويتي بين العراق والكويت سيما يعتبر إنشاء هذا الميناء مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن وسيف يقلل من أهمية المواني العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناء أي أم قصر وخور الزباير علي عدنان قناة رشيد فضائية البصرة